استمعت إلى تصريحات كبير مستشاري المرشد الإيراني الأعلى علي اللارجاني قال إيران الآن على أتم جاهزية لضرب إسرائيل تعتقد هل يمكن أن نثق بجدية الضربة الإيرانية وإذا ما حصلت ما هي تداعياتها في هذه الحرب أو تشضياتها مساء الخير السيد نجم تحية لك ولضيفك الأعزاء يعني الإيرانيين هكذا هم يتحدثون عادة لكن الإيرانيين خلال الفترات السابقة عودون على الخطاب الروديكالي لكن كان هناك سلوك برقماتي على الأرض من خلال الضربات السابقة التي قامت بها إيران تجاه إسرائيل سواء الوعد الصادق الأول أم الثاني يعني كانت لم تكن نتائجها نتائج استراتيجية بمعنى أن إيران في هذه الضربة لم توجه صواريخها وطائراتها المسيرة ضد أهداف عسكرية مهمة بالنسبة لإسرائيل لكن بموازن ذلك كانت العملية التي قامت بها إسرائيل تجاه إيران في 26 أكتوبر هي عملية تكتيكية بنتائج استراتيجية دمرت من خلالها ليس فقط الدفاعات الجوية في العراق وفي سوريا بل أيضا في إيران وبالتالي باتت الأهداف الحيوية الإيرانية مكشوفة أمام عمليات الاستهداف الإسرائيلي مستقبلا بمعنى أن الإسرائيليين قد عبدوا الطريق مستقبلا لتوجيه ضربة قاسمة ضد الجانب الإيراني وعلى العكس من ذلك تماما يعني حاول الإيرانيون أن يقللوا من أهمية هذه الضربة كما حاولوا الإسرائيليون أيضا أن يقللوا من أهمية الضربة الإيرانية بالتأكيد بالتأكيد لكن كان فيه هناك جزء من هذه العملية ضربة نوعية استهدفت منشأة تسمى منشأة فيرجن وهي منشأة نووية سرية إيرانية معنية بالتجارب على الأسلحة النووية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أيضا كانت عملية الاستهداف للبرنامج الصاروخي الإيراني وحدث هناك فجوة في عملية التصنيع لهذه الصواريخ وهذا شكل ضربة كبيرة بالنسبة للبرنامج الصاروخي الإيراني بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا أنه عملية التوالي التهديدات الإيرانية يعني اتضحت بعد أربع أيام من هذه الضربة لأنه بأعتقد أنه كما تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية أنه اطلع مكتب المرشد على خطورة ما تم من خلال عملية الاستهداف التي قامت بها إسرائيل خصوصا في ظل وجود متغيرات كثيرة أستاذ نجم باتت تلعب دور مهم في التأثير على الجانب الإيراني الأول هو خشية الإيرانيين من خسارة العمق الاستراتيجي لهم بمعنى أن هذه المصدات التي سعت إيران خلال أكثر من 25 عام لبنائها ممثل بحزب الله اللبناني الآن فعليا هو دخل التاريخ كحركة مقاومة لكن فعليا على أرض الواقع هو خرج من الجغراسي إلى الخطور